السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في الفيديوهات التي فاتت احنا اتكلمنا على طرق تصنيع البرد الالكترونية بكميات صغيرة ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على طرق تصنيع البرد الالكترونية بكميات كبيرة. شوفوا الفيديو للاخر ويلا بينا. في البداية حابب اقول ان طرق تصنيع البرد الالكترونية بكميات كبيرة ممكن يكون اسهل من طرق تصنيع البرد بكميات صغيرة. كما ان الطرق التصنيع بكميات كبيرة بتدي احسن وجود احسن وسرعة. وشكل بردة بيكاد يكون قريب من شكل اللي بيكون خارجة من المصنوع. انا هنستخدم اه تكنيك اسمه سلك سكريم برينتينج في تصنيع البرادر الالكترونية. هنعمل فريم خشب عند النجار ويكون العبات بتاعته مزبوطة والزواج بتاعته قيمة. وهنضيانه لكيه ابيض او بويا زيد ابيض. وطبعا اهم حاجة انه هو يكون معمول كويس بآآ زوايا صح. هنجيب السلك سكرين انا بستخدم هنا سلك سكرين او حريرة آآ رقمها مية وعشرين. فيه طبعا اعلى من كده بيوصل لجهات تلتمية. آآ في برضو معايا سلك سكرين مية وتمين ممكن ابيعمال لكم لها فيديو تاني عبرها عن مية وتمانين نقطة في الانش مربع. دي الحاجات الدقيقة غدا اللي بتستخدم في الموضوع البي سي بي او الحاجات اللي هي محتاجة دقة عالية في الطباعة. بثبت السكرينة دي على الشاسي الكسب على الشاسي الكسب عن طريق آآ مصامير آآ دباسة. آآ مش حاجة انت تجرب نفسك وتجيب اللي هي الدباسة اليدوي او ممكن بشاقوش كده على على السكرين جات لما تثبت بس منها. وبعد كده بايدك كده تشد الكورنر التاني جات لما تلاقي ان السكرينة بقت مشدودة كويس قوي. لما انتم شايفين كده وطبعا ده شد كده الجات ده بتي بي الايد يعني. بس عشان ازبط بس الشغل بعد كده هحط بقى ايه دبابيس فيه الطول ده كله. حطيت دبابيس في الطول ده كله. كده انتم شايفين كده واحدة ماهي لا واحدة عادلها شغل قدر اخلي السكرينة سبتة كويس قوي. بعد كده هبتدي اشد بالاتجاه التاني. ازاي بقى اعمل موضوع ده? هحط كده فوطة واحط خشبة. الفوطة ده عشان بس ما تتقطعش مني اسناء الشد. وهحط الخشبة دي. وهبتدي ان انا احط الخشبة دي وازنوها بآآ او اللي هي الحديد. آآ قافل عليها كويس قوي. عن طريق برضو حط الفوطة ما بينهما بين الكشب عشان برضو الكشب وما تقطعش الحريرة حريدتي تبقى الجالية شوية. وهبتدي ان انا آآ افتح السكرينة من فوق. وجات لما لقيها بقت مشدودة كويس قوي. بعد كده ازقها تاني تحت. هدي ستيك لامب هاللي انتم شايفينها. هتدي احط منها مسلا بتاع تلاتة او اربعة. بحيس ان انا اقفل على الكشبة كويس قوي. بعد ما افتح الخشبة كويس قوي. اللي هيحصل بعد دلوقتي اللي انا اعمل ايه? هحط الخشبتين دول من تحت. وهبتدي ان انا هزق كده لما هتبقى مشدودة على الآخر. بصو كده خشبة من تحت ايه? وكده شد براح عشان بتتقطعش منك. لذات لما تاخد شدة حلوة ومنتظمة. بعد كده ما تلاقي شدة بقت مزبوطة هتحط الدبابيس تاني على دلع الخشب ده. خطيت الدبابيس برضو بششكوش. وحطيتها كويس قوي. فانا كده شددت اتجاهي. فضل الاتجاه الاخير. هعمل النفس اللي انا عملته ده تاني. هقلب آآ الاسكرينة. وهحط آآ الفوطة. وهبتدي ان انا احط آآ الكشبة. وهقفل وهبتدي ان اشد وبعد كده هحط بقى ده بابيس فين تحت. لابا انا عملت كده شد الاسكرينة من كل التجاه. لازم الشد ده يبقى مزبوط وكويس علشان خاطر يدي لك بيكس المربع. لشان لما تشتغل ما ما تطلعش معاك الكروبوتر والفريعة بتاعة بتحصل فيها ان هي كون مشرشرة. فدي برضو من النقطة المهمة اللي انت لازم تراعيها وانت بتعمل آآ سلك سكين. طبعا في فيديوات على النت كتير قوي بتشرح موضوع على سلك سكرين ده. ولكن انا مختصر الموضوع شوية عشان فيديو مبقاش طويل ومملي. بعد ما حطيت بقى الدبابيس تاني هنا بقت السكرينة بقت مشدودة جامد جدا. ما حملتش على ايديو ولا اي حاجة كل ده متحمل على السي كلامب او الكلامبات الحديد الموجودة تحت. بصوا كده لما بحط كده الشكرتون ده بيتنمططة ازاي فوق السكرينة ده بيقول لك كوة الشد. طبعا فيها الجهزة ممكن تيز كوة الشد ده. ببقين لك هو بيوصل لجادك هو قد ايه. هاتلي بالقطر احز بقى السكرينة كده وافك الايه. كده الشاسي والسكرينة بقى ومزبطين ومجدين كويس. آآ واتأكد برضو ان دي فما فيش فيها اي وسائل ولا اي حاجة والبيكسل بتاعها طبعا مربع ممكن نحطها في الاضاءة كده واحدة هلف في السكرينة يمين وشمال بيبان شوية شوية الوان كده في السكرينة من تحت بيباني البيكسل مربع ومزبوط. الحتة اللي احنا ازاي نحط الحساس على الشابلونة. احنا عندنا حساس جاهز بيبقى موجود في السوق اسمه درايسول اتنين وعشرين. وده بتاعه. طبعا خليباك ده برضو بيبقى سمهم وحطين عليه التحذير بتاعه. الحاجات دي طبعا كلها اي كيموايات بتبقى سمه. فخلي بالك يعني ما انه انت بتتعامل مع الكيموايات. فاحنا عندنا الدرايسول اتنين وعشرين. وده بتاعه. ده بيبقى جالي شوية. لو انت عايز تعمل حاجة بسيطة. وتبقى شجالة برضو. هعملها قصاتكو. ان انت كباس مش هنشتري ده. مشان ده جالي. هنجيب جرة. ابيض. عادي جدا. هنجيب تلوين من عند الراجل بتاع البيات. حاجات دي رخيصة. وحنجيب مادة كيمواية اسمها آآ ساني كروماتر بتاسيوم. وطبعا انا مش هجل النور الاحمر هنا. هنبتدي نعمل ايه? هنبتدي ان احنا ناخد من الجرة. آآ ناخد من الساني كروماتر بتاسيوم. آآ مسلا هنقول آآ نص معلقة. هنحطها في مية آآ دافية. هنقلب آآ التقليب ده. هيديني مسلا حوالي عشرة ملي لتر. هنحط عليها خمس اضعاف من الجرة. يعني انا عمد دي مسلا عشرة ملي لتر. نحط خمسين ملي لتر من الجرة. وبعد كده بنحط نقطتين من اللون الاكتر. المادة اسمها ساني كروماتر بوتاسيوم. طبعا كده طبعا انت بتوفر كتير جدا. انا عملت حبة هنا اهو. ده الجرة. هطيت عليه لون آآ لون اكتر. وبعد كده عملت عليه ساني كرومات البوتاسيوم. وقلبته كويس جدا وسبته استريح ساعة. وهستخدمه قصادك دلوقتي. طبعا انا هجهز الشابلونة بتاعت ان انا هكسلها بالمية والصابونة عشان تي طبعا دي اول استخدام. وبعد كده هجيب الاداة دي. وهجيب التركيبة اللي انا قطولكو عليها. وهبتدي ان انا. احط شوية كده. اللي اللي اقدر ده نتيجة اللي هو اللي انا قطولكو عليها بتشتروها من المجيارة دي. ده عشان بس وانا بقية بشتغل اشوف التفتيح بتاعمل ازاي. وحطيت ان انا اسحب من قدام مرتين ومن ورا مرتين. وحطيت ان انا اسحب من قدام. مرة. مرتينة. مرتينة. كده بقيت كوي ساوي مية واحدة اهي فيش فيها اي خطوط هابتدي ان انا انا اشوفها بالساشوار طبعا بتكون مجهز بقى التصميم بتاعك انا هنا عامل كزا بردة اه مش بردة واحدة وحططهم على اه صورة واحدة وطبعا منها اتنين وحطتهم في وش بعض عشان يديني لون اسود في الطباعة جامد بعد كده بنحط التصوير ده او الطباعة دي انا طبعها طبعا على ورق اه بنحطها فوق الايه الحتة اللي احنا عملناها عشان نصورها على دلوقتي انا حطيت الورقة اللي انا عايز اشتغالها فيها كزا تصميم كزا بردة عشان اوفر في المساحة ولزقتها باللزق كده وابتد ان انا احطها بعد كده طبعا لازم تتضغط عليها جامد عشان قطر التصوير اللي عمز بوط وكده احطها على السندوق التصوير سندوق التصوير هو عبارة عن خمس لومد من لومد فروسين تعادية احطتهم كده في صندوق كشب كما انتم شايفين وفوقيه لوح ازاز علشان قطر اصور عليه هسيبها على صندوق التصوير ده لمدة اربع دقايه ونص طبعا انا حطيتها احطيت قماشة صودة وبعا كده حطيت الازاز ده اه كتقل حطيت اي حاجة تيه لكمان فوق بحيس ان انا اجبس عليها جامد تبقى ايه التصوير يطلع ممتاز معي طبعا حسابها اربع دقايه ونص الاربع دقايه ونص دول فيه اختلاف لو انت اا يعني مستخدم مسلا لومد اقل من اللومد دي اا لو انت مستخدم لومد اكتر لو انت مستخدم زادة حساس لو انت منقص الحساس فان الاربع دقايه ونص دول تاخدهاش معايير ليك انت انا التست بتاعي عملته اا على كزا مرة لقات لما وصلت للزمن ده هو زمن اا كويس بعد اربع دقايه ونص هتطلعها من الصندوق التصوير وبعد كده هبتدي ان انا اا اشتفها تحت المية وورها لكم زي ما انت شايفين الطباعة طلع كويس اقوي انا طبعا فتحتها بالمية انا شلت بالقرطوم كده بالمية شلت كل الحاجات اللي بقية وبعد كده احططها على الصندوق تاني يعني هي دولتي منورة من تحت اهي انا احططها على الصندوق تاني عشان خاطر اا اثبت الغيرة ده بحيث ان هو يبقى خالص صابت معي ان انا اشتغل عليه بعد كده مرحلة الطباعة الجاية ان شاء الله كده هنجهزنا الشابلون ونخش بقى طول في مرحلة الطباعة اول حاجة بتعملها بتجيب لوح النحاس وبتقطعها بالمقاسات اللي انت محتاجها بالزبط او بالبوردة اللي انت عايزها بعد كده بنقفل على الشابلونة بتاعتنا باللزق من جميع الجوانب عشان خاطر الحبر ما يسربش وينزل على النحاس من تحت انا مقفل باللزق في الحتة اللي انا عايز اشتغل فيها بالزبط اا لو انت شفت برضو الجهاز اللي انا بستخدمه ده تجهاز خاص بالسلك سكيل لان انت ممكن تستخدم ااا مفصلة عادية كل محملة ده انت تثبت عليها الشاسي بتاعك وده انت ترفع بالرواس بالمنظر ده وتلاقي تحته موجود وزاوية وزاوية قايمة كده بحيث ان انا احط عليها كده تقفل معي ومتتحركش لما بتدى شد الحبر من فوقها كده يبقى انا كل الموضوع جاهز ان انا احط بقى الحبر بحط جزء من الحبر حبر اللي باستخدمه ده باكين سبعة وستين مخصص للسلك سكرين والطباعة على المعادن اا باكدى احط الحبر كده واسحب بحاجة اسمها السكوجي على النحاسة من تحت بتكي جامد وبسحب فبيكون نتيجة الطباعة معايا بالمنظر ده اا طبعا طبعا طبعة البر كلها مقدرتش يصور الطباعة وانا شجال لانه طبعا ما بصور بيد واحدة فزا ما انتوا شايفين كده نتيجة الطباعة بعد ان خلصت الطباعة كل ببرد الطباعة كانتش معايا نص ساعة كنت طبعته كل الحاجات دي كلها مرة واحدة اسرع طبعا من انا هستخدم الطريقة اللي احنا اشرحناها في الفيديو اللي فاتت. ااا طبعا برضو الطريقة قطع النحاس برضو هحطليه برضو مشروع في الوجهات اللي فاتت. انا عايز اوريكو بس هنا كده احطت خل السنان موجودة على البرد عشان اوريكو الرفع المصار قد ايه. شايفين المصار رفع يعني ارفع من خلية السنان. طبعا كان انت بتاخد مسارات ممتازة مش متقطعة. ما تقعدش بعد كده تقعد بالقلم توصل مسارات ولا اي حاجة لان الطباعة سلك سكين بتكون واضحة جدا. والمصارات بتاعتنا متوصلة والطباعة ممتازة الحمد لله. فانت بتأكد بس قبل ما تخلش في المحرارة بعد كده هو التحميد. التحميد طبعا زي ما انتم شايفين ان نحاس كله تاكل في محارة التحميد. وبقى لنا البرد موجودة آآ على اللون الاخدر والنحاس اللي حولها كله تاكل. محارة التحميد برضا اشرحها بوديوهات فاتت. ولكن ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هبشرح لكم ازاي تعملوا تحميد في الماس. آآ المصار هنا طبعا آآ لازم يتمسح اللون اللاخدر ده عشان خاطر النحاس يبان آآ من عليه. كده انا مسحت اللون اللاخدر آآ بتنر. وابتدت البرد كلها بقت موجودة معي نحاس مكشوف. لباكم نحاس كده هيبتدي ان هو يتأكسب بسرعة فلازم تآ الخطوة اللي جاية تخش فيها بسرعة. الخطوة اللي جاية برضو حفرش آآ الحبرة على السلك سكرين. وابتدي اسحب حاجة اسمها السولدر ماسك. هسحب بلسكوجي برضو. وابتدي ان انا اسحب السولدر ماسك. كل ده متصور على الشابلونة اللي هي الورا انا كنت اخطيتها في الاول. يعني بيتصور السولدر ماسك. بعد ده مسحب هتبتدي البرد بقى بان شكلها زي البرد اللي انتو بتشوفوها في الاجهزة الالكترونية او انتاج المصانع. بيبتدي خلاص شكل ببرد بيبتدي يبقى واضح شوية. المصارات اللي انتو شايفينها دي تلغطت كلها نحاس كله تلغطة بسرعة. وابتدت اللبين بس هو الاماكن بتاعة اللحام. اللي بتدي حلحم فيها المكونات الالكترونية. اوديكم مثال كده شايفين البرد بتلمع جميلة جدا ما شاء الله. اا ما فيش فيها اي ارور. الظهرة برضو صحبته سلك سكرين. ولكن على على حريرة فضية. مش لازم اصور يعني حاجة. كنت عايز بس اسحب عليه لون عشان قادر ادي له منزر. مش عايزين تعملوا الحركة دي برضو ملايهاش لازمة. ولكن بتبقى ببار شكلها احسن. المصارات طبعا الجطت دي اهم حاجة. وفي نفس الوقت بقى الجهزة ببرد المحرك جاي وهي ان شاء الله مرحلة التخريم. في مرحلة التخريم انا بثبت كل اربع او خمس برد مع بعضهم باربع دبابيس من على الجناب زي ما انتم شايفين كده. اا الاربع دبابيس دول بيثبتوا البرد عشان قادر طبعا هي برد كتيرة فانا عايز انجز فانا حطيتها على المتقاب الرقصي. وحطت طبعا بنتة اللي هي القربايت دي اللي انتم شايفينها قدامكم. دي بنتة نظيفة مش لازم نحط البونت اللي هي الرخيصة دي بتكسر بسرعة في نفس الوقت بتطلع النحاس كله متشارشر. البونت بتاعت سي من سي دي تبقى بونت ممتازة. بعد مرحلة التخليم اا بنخش في محالة التلحيم من المكونات الالكترونية والتجنيع. وابتدت البوردة تاخد شكل احسن واحسن. اه كده مكونات اتحطت اه وتلحمت طبعا من فوق ومن تحت. طبعا من تحت برضو ما انتم شايفين في مكونات تانية متركبة. فكده البوردة بتاعت الشكل بتاعها النهائي وبتدى المنتج يبان معانا واحدة بواحد. طبعا دي اللي هي على الشمال دي. وطبعا اللي على يمين ده اللي هو برد الكنترول. بعد كده في مكونات الليزر بتقطع اا بتعمل علبة بلاستيك للبوردة بتاعتك عشان تقدر تعملها تسويق او مبيعات اا للبوردة طبعا انا مقطع على يمين برضو الكنترولر على الشمال دول اللي هما اللومت وزي ما انتم شايفين كده حتة عادية جدا بس متقطعها بالليزر بحيث ان هي تبقى متفرج منها مكان روزيتات اللي هبتدى وصل بيها اا البرد الاسلاك بتاعتي. كذلك برضو اللومت متقطع حاجة اسمها اللي هو الاكليريك الشفاف بحيث ان هو يبقى من تحته. البردة ده محطوطة من جوة ومتقطع عليها كويس جدا. بعد كده بنخش في مرحلة البرمجة هو التست قبل ما انطلحها فاحنا دلوقتي عندنا البوردة بنتمتد نجرب عليها التشجيل بتاعها لانها شجالة كويس. طبعا ديها اللي هو بروكسيميتي سنسور برضو شجال كويس على البوردة. فالبوردة شجالة كويس. واتاكد طبعا اللومت بتاعتها والتوصيل بتاعها شجال كويس. يبقى انا كده قدرت ان انا آآ اقدر سلم البوردة دي للعميل او الاند يوزر. وان انا بمطنوع جدا ان هي تبقى شجالة معي. اخر مرحلة بنخش فيها انا طولت عليكم الفيديو هو مرحلة ان احنا بنعمل تغليف ونطبع كتالوج للبوردة. لازم تفاهم الراجل اللي هيشتجل على البوردة دي المهكارج والمهكارج بتاعتك. فهنعمل ورقة كده بنحط فيها آآ معلومات عن البوردة ومعلومات عن التوصيل بحيث اللي ياخد البوردة يعرف يوصلها تبقى توصيل مزبوط. بكده مشروع ناجح ان شاء الله بالتوفيق آآ للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة